أستاذ أحمد دلوقتي إحنا لما بيجي نتكلم الجهاز تمنه كام؟ الجهاز اللي في المحطة اللي بيجيش حنه فيه طبعا منه أنواع كتير بس بيتراوح سهره من 20 ألف دولار لغاية 30 ألف دولار بالمصري كام نقدر نقول يعني بنتكلم إن أقل حاجة بتكلفته بتركيبه وما تقلش عن 2 مليون جنيه الجهاز الوحدة الجهاز الوحدة طيب ويه تمن الشحنة الوحدة أنا لو أنا عميله معي عربيتي وقررت أعمل فاست شارجر أقصى حاجة متين جنيه متين جنيه ده أقصى حاجة طيب هذا السؤال هنا طيب ليه الدولة هي مش هي اللي تحط جهاز الشحن نفسها هي اللي تصرف على جهاز الشحن هقول لحدتك ليه لأنه هو قريدي هيوفر البنزين هو هيوفر طاقة هو هيوفر عبق على المطنين وعبق على الدولة نفسها في ميزانيتها في دعم المواد البترولية فجهاز بـ 2 مليون جنيه لكن هيوفر قد إيه مقابل البنزين اللي هو هيوفر أنا متفق مع سعادتك تماماً والدولة كان عندها خطة شبيهة بدي وقالت إنها هتعمل التغيير في محطة كلام ده كان في 2020 كان مع بداية فكرة تصنيع العرباء الكهرباء لما بدأنا نتكلم في الموضوع والدولة حطت خطة طموحة جداً أنها هتعمل كده ثم اقترح واختراح تاني واقترح برضو محترم جداً أن هما كانوا هيدوا للشركات اللي عايزة تستثمر في البنية التحتية الأماكن مبلاش ويقاللون لهم 20 قرش من التعريفة في الأماكن اللي الدولة تطرح لهم الحاجة دي لأنه هو التحدي الأكبر بالنسبة للشركات دي اللوكيشنز اللوكيشنز لأنه مش فكرة مكاننا فيه كهرباء أنا أصلي يعني الدولة تتحمل جزء والمستثمرين يتحملوا جزء والله حتى المستثمرين مش طالبين ده وما طالبين حاجة تانية أنه أنت وصل لكهرباء في الأماكن اللي أنا عايز أركب فيها يعني عندنا طريق الساحل نفسه اللي هو الساحل نفسه مدينة العالمين نفسه مليانة شويحة ليه لأن البنية تحتها كويسة هناك طريق شرم الشيخ مثلا طريق حيوة جدا ومهمة جدا فوش غير محطة واحدة ليه؟ أيام الكوبت 27 اللي هو مؤتمر قدمة المناخ اللي احنا عملنا في شرم الشيخ 4050 محطة وعملنا مشهد عظيم ما كناش عارفين نوصل لعربات الكهرباء من قاهرة لشرم الشيخ عشان ما فيش كهرباء فيش محطات فاحنا عندنا مشكلة في شبكات التوزيع مش في المستثمرين مش عايزين المستثمر عنده استهد يحط بكرة ألف محطة بس هي الفكرة الديني كهرباء البنية التحتية الديني كهرباء ما فيش أي تصريحات في الموضوع ده أو أي تعهودات من الدولة أنها تبتلت دخل مرافق في المناطق دي بس يعني احنا حاليا بيدرس شوية تعديلات كتير في مسألة المحطات الشحن لأنه أنا بزي مقولة حالك فيه 8 شركات فيه 4 شركات ما دخلوش أصلا يأخذوا الرخص وقعدوا في البيت لأن لسه المنظومة مش مكتملة الحكاية مش واضح البيزنس مش واضح بالنسبة له فحاليا نحن يعني في اليومين اللي فاتوا دول عملنا مجهود كبير أو اجتماعات كتير جدا عشان يبدأ يحصل شوية تعديلات في مسألة محطات الشحن دي تنظم العملية وتخلي فيه عائد كويس للمستثمر وفي نفس الوقت تخلي المستثمرين أكتر يدخلوا في المجال طب وليما دخلوش الطاقة الشمسية بديلا عن بديلا عن دخول القهربة للمنطقة أو لطريق سريع زي ده لماذا بيقدرش يستخدم بدائل أخرى زي طاقة الشمسية أنه هو